اشتركوا في القناة واصيب 6700 شخص حتى 19 آيار مايو وتسبب العنف كذلك في إلحاق تلفيات وأضرار كبيرة بالمرافق الصحية في قطاع غزة كما حدث مع عيادة هالة الشواء للرعاية الأولية التي دمرت تقريبا وما لحق بالمختبر المركزي المخصص لإقراء اختبارات كوفيد-19 في عيادة الرمال في مدينة غزة من أضرار قسيمة وأسفر الحادث الأخير عن إصابة أحد الأطباء الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت إصابة بالغة وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة وفي قطاع غزة أثقلت وخامت الإصابات كاهل النظام الصحي المنهك بالفعل الذي يواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الأساسية ويكافح أيضا من أجل التصدي لكياحة كوفيد-19